أكثر من 22 عملاً إرهابياً في القطيف منذ مارس الماضي جعلت منها مسرحاً لعمليات أمنية واسعة وتكثيف ملاحقات المطلوبين فيها آخرها قتل ثلاثة مطلوبين إرهابيين بعد رصدهم في مركبة مسروقة ورفضهم تسليم أنفسهم هذه العملية الأمنية تأتي بعد أيام من تصريح للعاهل السعودي أكد فيه على محاسبة من يعبث باستقرار البلاد على خلفية اعتداءات مستمرة من خارجين عن القانون على دوريات ورجال أمن ومراكز أمنية وحكومية ووصل الأمر إلى الاعتداء على المواطنين خصوصاً في بلدة العوامية التابعة للقطيف الإجراءات الأمنية بمساعدة أهل المنطقة ساهمت في التضييق على أولئك المطلوبين وعملياتهم الإرهابية كما تم تنفيذ الأحكام القضائية ضد المدانين الذين تم القبض عليهم وأخرها تنفيذ أحكام قصاص صدرت على أربعة مدانين بالإرهاب الأسبوع الماضي الملاحقات الأمنية تأتي بالتوازي مع دعوات وجهتها السلطات السعودية للمتورطين المطلوبين بتسليم أنفسهم وهو الأمر الذي استجاب له أحد المطلوبين في العوامية هذا الأسبوع بمساعدة وجهاء البلدة بعد أن ظل هارباً لمدة تزيد على الخمس سنوات ترجمة نانسي قنقر